موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اكستراتايم مساء رياض جديد وأخبار رياضية جديدة ومنوعة بحلقتنا لهذا اليوم تنصلت فيها الضوء على أهم الأخبار المحلية والعالمية رفقة الزميلة فرحة بند يسعد مساكي فرحة يسعد مساكي فرحة مساء الخير لكل اللي يشوفونا من كل مكان بأكستراتايم اليوم سيكون لدينا العديد من الموضع المحلية وعلى رأس المباراة المستكملة من بطولة كأس الأردن بين المنشية والبقعة وكمان حصول الأردن على نصف مقعد ببطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة على العقوبات اللي فرضها اتحاد كرة القدم على بعض الأندية المحلية وكمان إلنا جولة على أهم الأخبار العالمية طبعا حديثنا اليوم بالشايد المحلية رح يكون مع الكابتن والمحل الرياضي الكابتن هيثم أحمد يسعد مساك ها مسان نور فراس بدايتنا رح تكون بتقرير عن مباراة البقعة والمنشية نشوفها وراجعين قلب منشية بني حسن الطاولة على البقعة وقلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين عبر مهاجمه نهار جديفات الذي سجل ثلاثة أهداف وذلك في المباراة التي تم استكمالها اليوم على ملعب البطرة في الدور الأول لبطولة كأس الأردن واستكملت المباراة من الضقيقة السادسة والثلاثين والنتيجة تشير إلى تقدم البقعة والتي تم تأجيلها إلى اليوم بسبب العطل الذي أصاب إنارة الملعب وتقدم البقعة بهدف محمد عبد الحليم لكن مهاجم المنشية نهار جديفات عادل النتيجة وعاد البقعة ليتقدم مجددا بهدف حسين أسعد قبل أن يعود المنشية عبر جديفات ويحرز هدف التعادل قبل أن يخطف نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع ورفع المنشية رصيده إلى ثلاث نقاط فيما ظل رصيد البقعة بدون نقاط كابتن هيثم مباراة مثيرة كانت بين البقعة والمنشية انتهت بخمس أهداف طبعا ثلاث أهداف للمنشية على حساب البقعة مباراة مثيرة تعليقك عليها شوف هي أولا شيء مباراة دراماتيكية في كل أحداثها الحداث الأول لم تستكمل في أول يوم أكيد بسبب العطل في عدم إضاءة الكشافات وتم استكمالها باليوم الثاني بعد ما كان البقعة متقدم بهدف والحقيقة أنه كمان المباراة مرت بالشوطة الثاني بفترات كثير مثيرة يعني فجأة المباراة كانت في منتصف الملعب بين الفريقين انضباط ما في لعب فجأة آخر ربع ساعة اتحولت إلى قمة الإثارة نجح المنشية في إدراك التعادل قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة مباشرة البقعة نجح بتسجيل هدف الثاني رجع بعد دقيقتين تسجل المنشية هدف التعادل بوسط نهار جديفات ودقيقة 91 يعني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي كان نفس اللاعد نهار جديفات بيكمل الثلاثية وبسجل الهدف الثالث لا شك أنه المنشية عم بقدم مستويات جيدة هذا الموسم في الدوري الأردني قدم مباريات جيدة فترة من المراحل كان في الصدارة بجمع سبع نقاط عنده أداء مستقر وثابت مع مدرب بصراحة مميز جدا وعنده حينكي وخبير في الدوري الأردني اللي هو الكابتن أسامة قاسم كانت حتى معظم نتاجه وكانت في كل مباريات بتدل أنه الفريق معد جيدا للموسم حتى الخسارة اللي خسرها في الدوري يعني كان فيها الفريق جيد وباقي المباريات وتعادل مع الفيصل يفاز في مبارتين واليوم افتتح مباريات الكأس بفوز مهم جدا على البقعة تعرف مسابقة الكأس الموسئ هذه السنة نظام دوري مجزء من مرحلة أولا ولتقل أهمية عن الدوري ولتقل هي البطولة الرسمية الثانية في الأردن بعد الدوري البقعة يعني بعد بداية سيئة بداية الموسم شوفنا عم بتماسك مع الكابتن عيسى التورك عم بحقق بعض النتائج الجيدة حاول في هذه المباراة كان قريب أنه يخرج على الأقل بالتعادل لولا الهدف القاتل أعتقد أنه البقعة بيسير يعني في تحسن نسبي على أداؤه يمكن الكابتن عيسى بيحتاج إلى شغل كثير مع هذا الفريق لأنه يمكن بحاجة إلى بعض الاستخطابات إلى بعض النواقص الآن ما بيقدر يعمل أي شيء عنده مرحلة بين الذهاب والإياب لكن البقعة أيضا بحاجة إلى عمل كبير جدا حتى يتفادى مشاكله في الدوري وحتى أيضا يسير بطريقة أفضل في الكأس مباراة اليوم هي كانت افتتاح مباريات الكأس شفنا الكأس في الأسبوع الأول غني بالأهداف مثير نتائج غير متوقعة وكل الفرق سجلت أهداف يعني تقريبا شفنا عدد كبير من الأهداف في هذه الجولة طيب كابتن هل تعتقد أن تأجيل المباراة أثر على مستوى البقعة خصوصا زي ما تفضلت حضرتك أنه كانوا قبل التأجيل كانوا متقدمين على المنشية في فكرة القدم يعني العوامل والظروف المحيطة في أي مباراة مؤثرة لا شك أنه البقعة لو كمل المباراة يعني محداش بقدر يتوقع إيش ستكون النتيجة لكن لا شك أنه هو عم بتقدم بهدف معنويا هيكمل كان بطريقة أفضل ممكن المنشية كان يتأثر بأنه متعرض لهدف لكن أنه تنتقل المباراة ليوم ثاني سيتم إعداد المنشية بطريقة أفضل للمباراة ممكن البقعة يغير تاكتيك وأسلوب يحاول يحافظ على هذا الفوز يعني لا شك أنه ممكن يكون فيه تأثير لكن هذا يعني حال كرة القدم يعني حتى مش في الأردن في العالم يتم تأجيل المباراة إذا حدث مثل هذه الظروف وبالنهاية يعني فاز المنشية لكن لا شك أنه ممكن أنه كان أحد العوامل المؤثرة على البقعة في المباراة نعم كبتن حادثت انقطاع التيار الكهربائي في هذه المباراة ومن قبلها لهو اقتلاع المظلات من مكانها وطبعا هذا الشيء الذي يأثر على نحكي على المباريات وأيضا على الخطورة على اللعبين والإدارة الفنية تدريب بشكل عام للفريق هذه الأشياء تضعنا تحت العديد من تساؤلات على البنية التحتي للملاعبنا طريقة يعني إحنا كنا بصراحة متوقعين أنه يكون عندنا الموسم هذا بدون مشاكل بعد العمل الكبير في كأس العالم للشابات وإنجاز الاستادات ملاعب بنية تحتية عمل كبير كان ممكن حالة الريح أعطت الرسالة أنه لازم نثبت المقاعد ما كان فيه تثبيت وهذه مسؤولية مسؤولين عن الملاعب يعني إن كان رعاية الشباب يعني اللي هم مسؤولين عن مزارة الشباب اللي هي مسؤولة عن الملاعب هلأ موضوع أنه عندنا موضوع انقطاع الطيار الكهربائي بصراحة لازم يكون دائما فيه بديل يعني لازم يكون يعني ما نعتمد بقطع الطيار لازم يكون يعني فيه طيار كهربائي وفيه خطة بديلة خطة الطوارئ لأنه هذا يعني لكن احنا شاهدنا في العالم أشياء زي هيك سابقا كان يكون فيه انقطاعات في بعض المباريات دقائق وترجع للكهرباء ترجع بزبط بحاجة أن يكون عندنا استقرار لسه احنا بنحكي شو القادم يعني احنا بنلعب دوري بالشتاء يعني الدوري الأردني الآن يقام فيه فصل الشتاء ما بنعرف في الأسبوع الجاي يعني اللي هو مضغوط اتحاد كورت الخضم ضاغط المباريات هل الدوري وكأس كل ثلاثة أربع أيام مباراة وما عنده مجال للتأجيل ونتخيل أنه يعني أنه أجانة مثلا عاصفة أو أجانة أجواء شتوية تستطيع عدم إقامة المباريات ما الحل فبصراحة يعني البنية التحتية في الملاعب الأربعة مميزة ممكن كان موضوع دكة البودلاء اللي تهركت هذه يعني بنشغل عليها وتتصلح وكان لازم يكون فيها ما تصير يعني كان لازم يكون فيه اختبار وتأكد أن الأمور تمام لكن موضوع الإنبارات البقاء والمنشية وقيمة على ملعب البترة أنا شخصيا شايف أن الملعب يعني أنه إحنا لازم نستثمر في الملاعب المميزة اللي عنا يعني نلعب الدوري اللي يبث وينقل على الهواء وشوفوا العالم على الملاعب المميزة يعني أنا مثلا بفضل أن نلعب على السادة الأمير محمد وعلى السادة الملكة عبد الله وعلى السادة عمان الدولي وعلى السادة الحسن يعني بفضل ما نروح على ملاعب أقل جاهزية يعني المباراة قيمة على ملعب البترة اللي بتعاني أرضيته أيضا فيه معاناة في هذا الملعب وبصراحة يعني الملعب أيضا مؤثر على المستوى ملعب ممتاز بعطيك مستوى أفضل فنحن نتمنى أنه الاتحاد أنه يقوم بترتيب مبارياته على الملاعب الأخثر جاهزية والأفضل واللي بتقدر تستوعب هذه المباريات وبنتمنى أنه المسؤولين عن الملاعب أنه يكون دائما عندهم الخطط البديلة ويكون عندهم تحضيرات مناسبة ومشهد غير مناسب ومباراة ما نقولي على الهواء نشوف المشهد الملعب مظلم ونستنى ربع ساعة ونص ساعة وما ترجع للتهربة كابتن هيثم الجولة الأولى من كأس الأردن انتهت بصراحة جولة فيها كثير أحداث درماتيكية أول شيء في نتائج كانت غير متوقعة وفي نتائج يعني مثلا فوز ذات راس يعني فوز ذات راس اللي قام بيقدم ما قدم شي في أول أربع جولات من الدوري كان يعني بداية ممي يعني بداية نستميها بداية ممكن تكون بداية العودة لنادي ذات راس مع المدرب الجديد التونسي ممكن تكون لها أثر معنوي كبير على ذات راس في المباريات القادمة ممكن الصريح أراح عدد كبير من نجومه ولاعبي بصراحة يعني اتسمت هذه الجولة أنه في كثير من الأندية عملت عملية تدوير وأراحت عدد كبير من لاعبيها وتأثلت في النتائج يعني شفنا نادي سحاب مثلا النادي اللي عم بيقدم مستويات جيدة بالدوري أراح ثمن لاعبين من أبرز نجومه ولاعبي في المباراتو مع الرمسة رسالة واضحة أني أنا مهتم بالدوري نعم أنه أنا عندي الآن معركة على الجبهتين دوري وكأس أنا مهتم بالدوري وتعرض لخسارة ثقيلة جدا بربعية من الأهداف ما أفدا نبخس الرمثة لأنه الرمثة فريق حاليا كله نجوم وبدأ يتلمص طريق الفوز وغزارة تهديفية وغزارة تهديفية لأنه عنده بصراحة مجموعة في الخط الأمامي من أبرز اللاعبين يعني إن كان خالد الدردور إن كان حمز الدردور أمانغوة أحمد سمير سعيد مرجان يعني عنده كتيبة في الأمام مميزة قادرة نتحقق النتائج الأشي الغريب أنه البداية السيئة كانت للرمثة بالدوري في البطولات أما لكن حاليا الرمثة بدأ يعود ويعود بقوة مع الكابتن ناجح ذيابات الوحدات تعرض لهزة عنيفة يعني أنه خسر مع المرة الثانية يكلكيت ثاني مرة بعد ما خسر مع الجزيرة بالدوري عاد وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف وزي ما في المباراة الأولى الكابتن عدنان حمد أراح لاعبين منتخب رجع لجأ إلى سياسة التدوير وكان يفكر يبدو في المباراة الأهل الحاسم يمكن يوم الجمعة في الدوري وكلفت هذا الوحدات خسارة وعدم رضا جماهير وعدم تقديم الأداء وكان الجزيرة ماسك المباراة من أولها لآخرها ودقت ناقوس الخطر في الوحدات اللي الآن عليهم أنه يعملوا بجد واجتهاد كابتن بمينك جبت سيرة نادر الوحدات وقبل أن يختم حديثنا عن كأس الأردن تحكينا شو آخر أخبار القضية اللي بتعلق بجهاز الفني لنادر الوحدات الوحدات يعني هي مجرد ما فيه من الحكي يعني كان مجرد عبارة عن على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الوحدات جددت ثقة بالكابتن عدنان حمد مرة أخرى والكابتن عدنان حمد رح يقود الوحدات هيستمر في قيادته للوحدات واليوم كان ممكن فيه تمرين الوحدات كان فيه كلام من متابع لإدارة الوحدات للفريق وكان فيه تحفيز وأعلنوا أنه في حالة فوز في المباريات الأربعة القادمة فيه حوافز مجزية للفريق يعني الوحدات بيشتغل على عامل الاستقرار وبيحاول يستمر في استقراره والكابتن عدنان حمد كابتن كبير الآن المطلوب من الوحدات هو أنه يستقر بتشكيلته أنه يثبت تشكيله أنه يركز على الدوري والكائس لأن الوحدات يختلف عن كل الاندي يعني الوحدات والفيصري والرمثة المطالبين بالدوري وبالكائس ما بيقدر يريح بالكائس ويضحي بالكائس أحساب الدوري مطالبين كمان بالفوز بهذه البطولة فهو مطالب بالفوز بالبطولتين مطالب يقدم أفضل ملديه خاصة برات الجزيرة كانت مع فريق حقق عليه الفوز بالدوري مع الفريق الأفضل حاليا في الدوري الأردني أو في كرة القدم الأردنية الفريق الأكثر جاهزية كان مفروض يلعب بردان الفوز في مباريات متثالية الجزيرة منتخب كل عنده في الهجوم أبرز الأسماء المحترفين السوريين عنده بخط الوسط وخط الدفاع شفنا الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى شفنا انطلاقات فرصش الباي وفادي اليوسف ومحمد وادر رفاعي ومردكيان يعني بصراحة وعصام ضيضين بصراحة فريق جاهز تماما للموسم إذن مستمري معكم بإكستراتام ومستمري بالحديث مع الكابتن هيثم أحمد ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين حديثنا عن كرة القدم المحلية والآن ننتقل للحديث عن حصول الأردن على نصف مقعد بدوري أبطال آسيا بالتقرير التالي أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل والتي سيجري سحب القرعة فيها يوم الثلاثاء المقبل وحصل الاتحاد الأردني لكرة القدم على مقعد واحد فقط في الأدوار التمهيدية والذي سيشغله فريق الوحدات بصفته بطل الدوري للموسم الماضي وبحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي تم توزيع المقاعد حسب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بحيث تحصل الدول المشاركة على مقاعد مباشرة في دور المجموعات أو على مقاعد في الأدوار التمهيدية وتتضمن الأدوار التمهيدية مباريات الدور التركون الأول ثم الدور التمهيدي الثاني ثم الملحق الأخير قبل التأهل لدور المجموعات وفي حال خسارة الأندية التي تملك دولها مقاعد مباشرة في دور المجموعات لدور أبطال آسيا فإنها لا تنتقل للمشاركة في كأس الاتحاد الأسيوي أما الأندية التي تتمثل دولها فقط في الأدوار التمهيدية فإنه في حالة خسارتها ستنتقل للمشاركة في كأس الاتحاد الاسيوي ويشار هنا أيضا إلى أنه في حال فوز الأندية التي تمثل بلدانها فقط في الأدوار التمهيدية فإن المقعدة المخصصة لها في كأس الاتحاد الاسيوي سينتقل للفريق المؤهل التالي من ذات الدولة إذن من كابتن هيتها من الاتحاد الاسيوي اليوم وزع المقاعد على الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وخصص الأردن نصف مقعد والوحدات هو من سيمثل الأردن في هذه المطولات يعني تلكيت للمرة الثالثة على التوالي الوحدات في الموسمين الماضيين كان له أيضا نصف مقعد كان أول مرة ربع مقعد والمرة الثانية كان له نصف مقعد طبعا نحن نعرف أن الوحدات يلعب على فرصتين أنه إذا فاز في المبراء بتأهل لدور المجموعات يكون أول نادي أردني بشارك بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا وإذا خسر برجع بشارك بكأس الاتحاد الاسيوي والحقيقة أنه أنا اتحاد الاسيوي دائما علامات استفهام كبيرة عليه يعني الأردن يستكمل بتطلبات الاحتراف اليوم استبعد العراق واستبعد سوريا ومستبعد الكويت أصلا فيعني كنا نتوقع أنه المقعد اللي بيكون للأردن روح مباشرة في دوري المجموعات بعد الاستبعادات اللي قام فيها الاتحاد الاسيوي لكنه قام بزيادة عدد مقاعد أدنية الخليج مقابل أنه يبقى للأردن نصف مقعد وأنا أتوقع أن الأردن هذا قرار فيه شوي إجحاف وظلم للأردن لأنه إحنا كانت دائما الحج أنه إحنا مش جاهزين ملاعبنا مش جاهزة ما بتقدر تستقبل دوري المجموعات لكن حاليا عندنا ملاعب جاهزة يعني عندنا والوحدات استكمل كنادي متطلبات الاحتراف والاتحاد الأردني عنده الآن ملاعب الجاهزة للاستقبال واتبتنا هذا الشيء بكأس العالم لأني مية بالمية الآن الحديث يعني هو مش واضح مع مين بده يلعب الوحدات بطريقة يعني رسمية مع أنه في بعض الأخبار التي تواردت أنه المرشح أن يلعب مع النادي الهندي وهذا إشي جديد أنه نادي من شرق القارة ينتقل بنافس مع نادي من غرب القارة على مقعد يعني دائما كانت عندي مقاعد غرب آسيا واضحة ومقاعد شرق آسيا واضحة لكن في حالة أنه اللعب مع الفريق الهندي والفريق الهندي هو ثاني بطولة كأس الاتحاد الآسيوي خسر نهاية كأس الاتحاد الآسيوي مع فريق العراقي هو يعني الترشيحات أنه ممكن يلعب مع الوحدات على البطاقة المؤهلة الأهم من هذا كله يعني بصراحة أنا ما يزعلوش مننا الأندي هل في الأردن حاليا أندي قادر أن تشارك في دور المجموعات في دور أبطال آسيا هل إحنا مؤهلين فعلا يعني لاجب أن نسأل حالنا هذا السؤال أنا بعرف أنه دائما إحنا بنهتا أنه عندنا ثقة بالنجومنا وبأنديتنا وأنهم بالمشاركات الخارجية ممكن يقدموا لكن بصراحة دوري أبطال آسيا دوري للأمان دوري قوي جدا الأندي اللي بتشارك فيه بتدفع الملايين واستغطابات كبيرة وأنديت شرق آسيا بكون الفريق مكلف مئة مليون دولار ثمن لاعبين وأنديت الخليج العربي أيضا بتدفع الملايين باللاعبين إحنا بالإمكانيات المالية المتواضعة يعني بصراحة كرة القدم مال يعني عكس شو ممكن نعمل إحنا نتمنى أن الوحدات يتأهل دور المجموعات وأنه يشارك ويقدم الأداء والمستوى وأنه يستثمر ملعبه بعمال لما يتأهل وأنه يحاول أحقق النتائج وثقتنا كبيرة بالوحدات وبكل الأندي الأردنية وفي نفس الوقت ما زلت أنا مصمم أنه الاتحاد الآسيوي يتعامل مع الأردن بطريقة غير مناسبة طيب كابتن أنت حكيت أنه الاتحاد الآسيوي يتعامل مع الأردن بطريقة غير مناسبة وكرتنا الأردنية حققت شروط المطلوبة أنها تحصل على تأهل مباشر لدوري أبطال آسيا طب برأيك بعد كل هاي الأشياء اللي عم بتصير متى ممكن توصل الكرة الأردنية لمرحلة أنها تتأهل مباشرة على دوري أبطال آسيا تصنيف المنتخبات مهم جدا لا شك أنه نحن تصنيف نتراجع بالسنوات الأخيرة لكن أنا حكيت أنه غير عادلة لأنه عم تعطي تصنيف الاتحاد الآسيوي ويعطي أنديفة الخليج كثير مقاعد أربع عندي بالإمارات أربع عندي بالسعودية يعني عم بيأخذوا حظة الدول الثانية زمان كانوا دائما يحكوا أن الأردن ليس موفر البنية التحتية لكن الآن البنية التحتية متوفرة يعني أنا كنت أتوقع أن الأردن تأخذ مقاعد بدون ما يجمدوا العراق بدون ما يجمدوا لبناء بسوريا لكن بالرغم من تجمد تلك المقاعد لكن جمدوا وظل الأردن نفس الشي نصف مقاعد نصف مقاعد هلأ متى إحنا ممكن نشارك نتأهل مباشرة لا شك أنه ارتفاع تصنيف الكرة الأردنية تصنيف الدوري نفسه ارتفاع تصنيف هذا بيزيد الضغوطات على الاتحاد الآسيوي يعطينا مقاعد إحنا المهم الآن أنه فعلا أن ترتفع مستوى الأندي عندنا أن نصل لإحتراف حقيقي لدينا معاناة كبيرة نطبق من الاحتراف اسمه نعم إذن من دوري أبطال الآسي خذنا نروح لتقرير عن العقوبات اللجنة التأذيبية شوفها من رجالكم عقوبات بالجملة أصدرتها اللجنة التأذيبية في اتحاد كرة القدم اليوم بعد أسبوع شبها من مثير في مباريات دور المحترفين وكأس الأردن سواء على صعيد النتائج أو ردود الأفعال وأحداث الشغب العقوبات التي كانت مالية وكان بطلها النادي الفيصلي الذي تم تغرمه ألفين ومئة دينار وذلك لقيام جمهوره بشتم حكم لقاء مباراته أمام الأهلي بكأس الأردن بالإضافة إلى ستمائة دينار لتسبب الجمهور بإيقاف ذات المباراة بسبب الشتائم وخمسمائة دينار أخرى لقيام الجماهير بتكسير مقاعد ملعب مدينة الأمير محمد بحسب كتاب صادر عن إدارة المدينة الوحدات كان له نصيب في الغرامات المالية وتم تغرمه ثمانمائة دينار لقيام جمهوره بشتم لاعب من الفريق المنافس أثناء مباراة الوحدات والجزيرة في الكأس الحسين والصريح أيضا تعرضوا لغرامات مالية فالحسين غرم بأربعمائة دينار لقيام جمهور نادي الحسين بشتم المدير الفني لناديهم بألفاظ نابية ورمي زجاجات مياه على أرض الملعب فيما الصريح بمبلغ 300 دينار لقيام جمهور الصريح بشتم الحكم بألفاظ نابية الرمثة أيضا تعرض للتغريم بمبلغ ألف دينار لقيام جمهوره بشتم فريق غير موجود على أرض الملعب بألفاظ نابية يعني كابتن عقوبات مالية بالجملة على الأندية والفيصل ينال حسط الأسد من هذه العقوبات وبرضو الأندية يعني واصلت النزيف المالي برضو بسبب جماهيرها شوفي شوفي فرحي يعني نكون واقعيين شوي نعم يعني اليوم كان فيه جلسة للجنة التأديبية أنا على اتصال مع كثير من الأصدقاء في الأندية الكل على عصابه قبل اجتماع اللجنة الكل على عصابه الكل بتحسب من القرارات لأنه صار الكاهل المالي عم بتعب الأندية الأندية مش قادر تدفع رواتب اللاعبين مش قادر تتوفي بالالتزاماتها وكل أسبوع تتعرض لعقوبات مالية كبيرة أسبوعيا تتعرض لأ وما في حل يعني أنا أحد رؤساء الأندية بحكي معاه بحكي أنا لو الاتحاد يرضى يلعب لي يقيم مبارياتي بدون جمهور بيريحني نعم لأنه عم بحكي لي يعني بيجيني من الجمهور أقل من اللي بدفعوا للعقوبات فيعني أنا بتمنى أنه يكون في آلية أنه نقدر تكون المدرجات يعني أفضل من هيك ما فيها لا شتم ولا بطريقة أنه إحنا نعرف المثيرين الشغب أو اللي هم الأشخاص اللي بسيء وكذا نخرجهم من ملاعبنا يعني حتى إحنا يعني المباريات تنقل على الهواء وتشوفها العائلة مهم جداً يكون عندنا ملاعب مدرجات منظيفة ومدرجاتنا يعني فيها أقل شتائم قليلة يعني شفنا الأسبوع الماضي في الكائز شفنا يعني توقيف أحد المباريات بسبب الشتائم الجماهير وفي نقطة مهمة جداً يعني الموضوع أبعد من هيك اليوم اتحاد كورة القدم عمل تعديل عمل تعديل ممكن يؤدي إلى أضرار أكبر للأندية مالياً أيضاً بالإضافة إلى أشياء لاحقة من هاي التعديل أنه للمرة الحادي عشر يعني إذا تكررت الشتائم 11 مرة يعني إذا مراقب المباراة أو الحكم كتب بتقريره كمان وصل العدد لـ 11 مرة المباراة اللي بعدها بتلعبها بدون جمهورك إذا كانت المباراة بيتية أو غير بيتية لاحظة كيف التدرج بيتي وعلى ملعبك بدون جمهورك مشكلة طب على خارج ملعبك كيف كمان بدون جمهورك أنت بتحرم النادي كمان اللي بدو يستضيفك من ريح هذه المباراة وأنا بحكي اليوم بالعقوبات النادي الفيصلي المرة الثامنة النادي الوحداث المرة السادسة يعني ضايل إحنا ببداية موسم يعني ضايل ثلاث مرات عشان نصل للمرة رقم 11 فأنا بحكي يعني كثير الأعباء المالية كبيرة كثير لا شك أنه إحنا مش راضين عن حالة اللي بيصير على المدرجات وكل ياته بنرفض وبنعرف أن الاتحاد عم بحاولة هيثم طبعا إحنا الآن رح نحكي إن شاء الله عن القرارات والتعليمات الجديدة التي أصدرت من قبل الاتحاد الأردني خلينا نشوف تقرير التالي ونرجع نكمل مع الكابتن هيثم أحمد الهتافات المسيئة التي تصدر على مدرجات ملاعبنا استدعت اتحاد الكرة في جلسة طارئة اليوم لبحث هذه الظاهرة التي انتشرت في ملاعبنا منذ سنوات وكادت أن تكون عواقبها وخيمة في مباراة الفيصل والأهل الأخيرة ضمن بطولة كأس الوردن مجلس إدارة الاتحاد بحث اليوم هذه المشكلة وقرر إضافة بند في لائحته التأديبية بحيث ستكون العقوبة في المرة الحادية عشر بحرمان جمهور النادي المسيئة بالهتافات من حضور المباراة التالية الخاصة بناديه سواء كانت بيتية أو خارج ملعبه على أن تتواصل عقوبة الحرمان في حال تكرار الهتافات المسيئة في المباريات التي تلي قرار الحرمان فيما قرر مجلس الإدارة تفعيل المادة رقم أربعة من لائحة البطولات للموسم الحالي والمتعلقة بالتنصيق بين قوات الدرك ومراقب المباراة بإخراج كل ما لا يتقيد بتعليمات الجهة المنظمة أو يصدر عنه أي قول أو فعل منافي للأداب العامة أو يقوم بإثارة الفتنة من المنصات أو المدرجات قرارات أصدرها اتحاد الكرة ولكن كيف ستكون ردة الفعل على هذه القرارات وكيف ستطبق كابتن اليوم تم إضافة بند اللعب بدون جمهور هل تعتقد أنه هذا البند يعتبر حلة هاي الظاهرة؟ والله أنا أكبر مشكلة بشوفها أنه اللعبنا بدون جمهور أول إشي الجمهور هم ملح المباريات نعم وكرة قدم بدون جمهور يعني بتضطي الكرة قدم حقيقة وإن تجارب سابقة في مباريات بدون جمهور وكثير يعني فقدت حماسها ورونقها وكرة القدم هي لعبة جماهيرية نعم يمكن الاتحاد عم بيحاول بأي طريقة أنه يحد من الحالات الشغب لكنه عم بيصطدم أنه الأمور تتكرر ويمكن من أجل ذلك لجأ لهذا القرار لكن أنا بتمنى أنه يكون في حلول أخرى بتمنى أنه يجلسوا ويفكروا ويطلعوا بقرارات أخرى يعني كمان القرار في التعديل مش بس بدون جمهور يعني قرار أنه أنا أحرم الفريق في المباريات على أرضه من الجمهور أنا قرأته نصي نصا يعني أنه حرمانه من الجمهور في المباريات التي تليها إذ كانت بيتية أو خارج أرضه طب كيف يعني خارج أرضه يعني أنا بدي أجي مثلا براءة بدي يلعبها نادي مثلا مع نادي مثلا بدي يروح مثلا نادي بالعمان يلعب بإربد النادي من عمان محروم يحضر جمهوره هذه المباريات أنا كيف يعني بدي أسير أعرف أنه هذا جمهور النادي هاد وللجمهور النادي لصاحب الأرض وحتى لو أحرم جمهور النادي اللي عام للمشكلة والحرام طب أنا عم بأثر على ريع الامباراة للنادي اللي عم بيستنى فالامباراة هاي عشان أسدد أجيب شوي أجيب مبلغ أسدد شوي من التزاماتي الصعبة واللي عم بتشكل ضغط كبير عليه يعني بأعتقد أنه كرة القدم بدون جمهور مشكلة كبيرة وبتمنى يعني أنه يكون في حال تاني كابتن طبعاً بالإضافة إلى حرمان الجمهور من يعني اللي حيث تجيع فرقهم أيضاً كان اليوم في تفعيل بند إخراج الجمهير المسيئة من الملعب هذا ممتاز كيف راح تشوفوا هذا بوقت مباراة بتكون عم تلعب ورح يتم إخراجهم إذا طبق بعدالة طبق بعدالة وبدون النظر يعني خلاص بعدالة أي واحد فعلاً كان بدأ بالشغب بدأ بالشتائم بدأ إخراجه وإبعاده من حضور المباريات هذا لصالح الدوري النظيف لكن اليوم أبعدنا واحد ثاني يوم رجعناه وأبعدناه وبعد نص ساعة كله يعني هذا برجعنا نفس المشكلة أنا بتمنى أنه فعلاً الاتحاد مع الدرك فعلاً يمشوا في هذا الاتجاه إحنا بهمنا نشوف مدرجات نظيفة يعني المشهد اللي شفناه قبل كم يوم لم يرضي أحد وبهمنا أيضاً أنه فعلاً أنه إحنا يعني أنه كرة القدم الأردنية أن تكون دائماً يعني هي تملك سمعة جيدة وأنه دورينا يبقى الكل يحكي عنه دوري نظيف دوري ما في مشاكل لكن بالطريقة اللي إحنا بنشوفها هذه يعني بصراحة يعني الوضع غير جيد وغير محبب كابتن للأسف الجماهير اللي كنا نشوفها بكأس العالم واللي كنا دائماً نشيط فيها للأسف ما عم نشوفها بالمباريات سواء قد بالدوري أو الكأس رائق أو سبب ذلك هي مشكلة أزلية نحن بنعرف أنه جمهور الأندية ثابت يعني عنا مثلاً جمهور الأندية هذا جمهور النادي الفلاني وهذا بحضر نادية حتى جمهور الأندية نادرة ما كان يروع عن برياد كأس العالم للشبات هل الجماهير جمهور العائلي اللي حضر في كأس العالم للشبات هذا نحن نستنى نشوفه في المباريات الأندية في الدوري أو بالكأس أو بطلات المحلية يمكن عشان يحضر هذا الجمهور ونشجعه يحضر بحاجة أن نضبط هذه المدرجات ممكن ضبط المدرجات يساعد العائلة أن تحضر المباراة صحيح ونحن نتمنى فعلا أن نضبط المدرجات ونكون مدرجات فعلا نظيفة ونشوف مباريات جميلة جماهيرية بطريقة حضرية بتمنى زيك أنا أن أشوف جمهور العائلة يعني ممكن واحد يفكر يأخذ عائلته بشوف الشتائم ما برجع فيعني هذا يجب أن يكون في حلول ويجب أن تكون حلول فعالة وتكون الحلول شديدة وبعدالة بدون العدالة مش رح تنجح أي قرارات صحيح هلأ صار لوقت لنتعرف على أسطورة جديدة بفقرتنا الأسبوعية أسطير أسطورتنا لهذه الليلة هو الأرجنتيني أورتيغا بدأ مسيرته الاحترافية مع العملاق الأرجنتيني ريفر بليت وحقق معه الدوري في أربع مناسبات وكأس لبارتادوريس قبل ما يحترف في أوروبا منضم إلى فالانسيا الإسباني من ثم تحول إلى إيطاليا ولعب أولا مع سامدوريا ثم بارما وتوج معه بكأس السوبر قبل أن يعود إلى ريفر بليت مرة أخرى ونال معه لقب الدوري واتجه بعدها نحو تركيا ولعب مع فانربخشا وشارك أورتيغا مع منتخب الأرجنتين في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم أعوام 94 و98 والألفين واثنين كما خاض منافسات كأس القارات عام 95 وخسر فرصة الفوز باللقب كما شارك مرتين في بطولة كوبا أمريكا إذن كبتن هيتها بدنا نشكر حضورك معنا لليوم يعني شكرا إليك كتير إضافتك ووجودك كان معنا اليوم بشكل لافت ومميز دائما معنا بتكون بإكستراتايم شكرا إليك وشكرا فرح يا أتكالعافي كبتن شكرا إليك وشكرا شكرا إليك وشكرا